هذه أبرز العنوين جماهير يابيتيزل إسباني تكيل المديح للدولي المغربي عبد السمد الزازولي ومدرب الفريق يشيد بأدائها الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحاول خطف مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي إلى صفوفها هذا الصيف لاعبو المنتخب للفتصال يعبرون عن استعدادهم وعن امتنانهم وفرحتهم الكبيرة بانتلاق منافسات مونديال فتصال الدولي المغربي بلالخنوس ينفرد برقب مميز داخل إدارة لستر سيتي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة تدفع الجل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أشهد جمهور نادير يربيتيزل إسباني لكرة القدم بالدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي بعد تألقه الكبير بقيادة فريقه الأندلوسي للفوز على ضيفه لغانيس بأهدفين لسفر في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بملعاب بينترو فيا مارينا لحساب الجولة الخامسة من لاليك حضي عبدالصمد الزلزولي بإشادة واسعة من جماهير ريالبيتيس التي اعتبرته عريس الليلة وأحد أبرز لاعبي الفريق في خط هجومه كما نوهت به الصحافة الرسمية أو الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع للتواصل الاجتماعي من جهة أخرى أثناء مانويل بلنغري مدرب ريالبيتيس على أداء الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي معتبرا إياه أنه نضج كثيرا من ناحية التكتيكية والجماعية متوقعا له موسما كبير في هذا العام قال بلنغري في تصريحات نعنامية سعيد جدا بما قدمه الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي في المباراة الأخيرة متأكدا أنه سيكون لعبا مهما في هذه السنة قدم الزلزولي أداء جيدا في المواجهة لينجح في فك شفرة الدفاع الضيو في حضود الدقيقة الرابعة وسبعون قبل أن يضيف زميله فيكتور روكي الهدف التالي في حضود الدقيقة الرابعة وثمانون حصل الزلزولي على التقييم من منصة سوفسكورا المتخصص في أرقام وإحصائية مباريات على أعلى حيث بلغ تقييمه سبعة فاصل سبعة وهو الأفضل بين لاعبي الفارقين إذ شارك طوال دقائق المباراة ولميس الكرة الكرة تمانية وسبعون مرة وبلغت دقة تميراته اثنان وسبعون في المائة أكد المهاجم الدولي المغربي الشاب أمين الوزاني لعب نادي سبورثينغ بارغ البرتغالي ولاءه للمنتقب المغربي ورفضه لكل العروض التي تلقاها للعبي للمنتقب الجزائري جاء هذا التأكيد بعد فترة من التكهنات حول مستقبل الدولي خاصة مع أصوله المزدوجة المغربية والجزائرية كان أمين الوزاني قد أبلغ رسميا مسؤولي الجامع الملكي المغربي لكرة القدم برغبته في تمتيل أصول الأطلس مؤكدا على اعتزازه بإنثمائه للمغرب يأتي هذا القرار بعدما أبدى المدرب الوطني ولد الرجراجي اهتماما كبيرا باللعب ووضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين يتابعهم عن كثب من جهته أكد فوز القجار رئيس الجامع الملكي المغربي لكرة القدم أن أمين الوزاني سيكون ضمن حسابات الرجراجي في المستقبل القريب موشرا إلى أن المدرب الوطني يعمل على بناء منتخب واعد يضم نخبة من اللاعبين الشباب في سياق المتصل كشف القجار عن اتصالات أجراها اللاعب الشاب أيوب بعيد اللاعب نادلين الفرنسي من أجل إقناعه باللعب لصفوف المنتخب المغربي تهدف هذه التحركات من قبل الجامع الملكي المغربي لكرة القدم والمدرب الوطني ولد الرجراجي إلى بناء منتخب مغربي قوي قدر على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل والاستفاد من الطاقة اللاعبين الشباب الموهوبين كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتربص باللعب المغربي أمين الوزاني من أجل ضمه إلى صفوف منتخبهم في التوقف الدولي الماضي لكن الشاب المغربي رفض طلبهم وقرر بقاءه وتشبت بتمتيل المنتخب المغربي لأن أبه من الجزائر وأمه مغربية أبدى لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة استعداداتهم لخوض نهائية كأس العالم التي تحتضنها أوز باكستان خلال الفترة ما بين 14 تنبير الحالي وال6 أكتوبر القادم حال سوفيان بوريت في تصريحات للموقع الرسمي لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نحن في أتم الاستعداد لكأس العالم تقريبا ثلاثة أشهر ونحن نستعد لهذه التداخرة وأمامنا يوماني فقط على المباراة الأولى التي تكون دائما مفتوحة بالبطولة تابع تاجكستان ليست منتخبا سهلا نحن معرفة نقاط ضعفه وقوتهم مع مدربنا هشام تكيك ونحن متفائلون بمباراة الأولى لم تكن الإصابة خطيرة شعرت بآلام على مستوى الفخد والطاقم الطبي أخبرني بعدما خوضي لمباراة الأولى لكي أكون جاهزا للقاء الثاني أمام باناما والمنتخب أن يقف على لاعب واحد ولدينا كامل ثقة في جميع اللاعبين استضرد محمد شريدو قائلا أكثر من ثلاثة أشهر نحن نسعد لكأس العالم تحضيرات مرت في أجواء جيدة وتوفرت لدينا جميع الظروف لتحقيق نتائج جيدة في هذا المنضي المباراة الأولى هي المفتاح الذي سيخوض لنا المصار الذي سنرى عليه خلال هذه البطولة العالمية سيواجه المنتخب المغربي غدا الاثنين نظيره المنتخب تجاكستان بقاعة هوم وارينا بداية من الساعة الرابع عصرا بتوقيت غرينيتش تصدر اللاعب المغربي بيل الخنوس قائمة أقل اللاعبين دي لستر سيتي من حيث القيمة التسويقية وفقا لآخر تحديث لموقع تراسفير ماركتا انضم بيل الخنوس إلى نادي الاسترسل الإنجليزي في مركاته القادم من نادي جينيكا البلجيكية بعقد مدة أربع سنوات ما يعني أنه سيظل لعبا في صفوف التعالب حتى 28 ألفين في 30 يونيو بلغت القيمة السوقية لبيل الخنوس 30 مليون يورو يليه البلجيكي ويتفايس بمبلغ 25 مليون يورو وكان بيل الخنوس قد عبر عن سعادته الكبيرة بالاندمام إلى لستر سيتي في الموسم الحالي حيث قال أنا سعيد للغاية لستر سيتي نادي كبير في إنجلات الرأي ودائما ما يكون اللاعب في الدوري الإنجليزي ممتاز حمل شاب مثلي لذا فأنا متحمس للغاية في أول تحقيق مع الفريق شكرا